أكدت وزارة تنمية المحلية اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية التي تجمعها بدولة ناميبيا شقيقة وضرورة العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال استقبال وفد رفيع المستوى من حكومة ناميبيا وبرنامج الأغذية العالمية على هامش مشاركتهم في فعليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي أشار وزير التنمية المحلية محمود شعروي إلى أهمية المشروعات التي تشرف عليها الوزارة وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري الذي يهدف إلى تحسين معيشة حوالي 60 مليون مواطن في 20 محافظة على مدار ثلاث سنوات وبتكلفة تتخطى مبلغ 700 مليار جنيه